موسيقى لكن أنا واجهت فيها كتير تحديات وهاي التحديات حاولت الحمد لله في خلال السبع سنوات أني أتخطاها وألغي ثقافة العيب من المجتمع وأثبت للمجتمع والناس أنها في مهان بنقدر نمتهنها كسيدات غير تقليدية ومحتكرة للرجال ووصلت لهاي المرحلة موسيقى احنا من خلال برنامجنا اللي بقوم على ثمن زيارات ميدانية للفنيين بالمواقع العمل المختلفة من أهل الفنيين بالاتجاه الأخلاقي اللي هو السلوكي أو الاتجاه التقني بعد ذلك من أهل الفني اللي يحصل على شهادة مزالة المهنة وصار يجوا لعنا عدة زيارات ويعطونا ملاحظات كانت تفيدنا من خلال عملنا وبعد ما أخلص البرنامج بحصل على شهادة مزاولة مهنة بمستوى ماهر وهي الشهادة بتفيدني للعمل هون داخل الأردن وخارج الأردن بعد اشتراكي بالبرنامج صاروا المقيمين بالبرنامج يزورونا بالورشات وهي زادت من خبرتي أنا في الكهرباء وكمان من خلال هذا البرنامج أنا تعززت ثقتي بنفسي بعد ما أخلص هذا البرنامج رح أخذ شهادة مزاولة مهنة وأصير أخذ ورشة سباكة وورشة كهرباء وهذا رح يعمل تحسين على الدخل وشجع السيدات إنها تمتهن أي مهنة بتحبها وتكسر حاجز الخوف الرهب لجواتها وتثبت حالها في المجتمع